السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أضرار القمل على صحة الإنسان بداية كما نعلم بأن القمل لن يؤثر بشكل خطير على جسم الإنسان ولكن من الممكن أن يؤدي إلى بعض الأمور التي تصيب الرأسي أو فروة الرأسي بشكل عام ولكن في الحالات المتقدمة نوعا ما بداية من الممكن أن يؤدي إلى تهيج فروة الرأسي بشكل كبير والإصابة بالأرق فبالتالي قد يشعر الشخص المصاب بهذا الأمر وجود القلق أو عدم قدرته على النوم بشكل صحيح وبشكل مريح ومناسب وأيضا قد تشعر بالدغدغة في منتصف الرأسي أو وجود شيئا يتحرك في الرأس وبالنسبة لهذا أمر إزعاجا كبير يؤدي أيضا إلى هذا الأمر وأيضا من الممكن قروحا في الرأسي والتي تحدث بسبب خدش فروة الرأس كما تنتج عن البكتيريا الموجودة أو المتواجدة على الجلد بشكل عام أتمنى لكم دوام الصحة والعافية ألقاكم في حلقة أخرى وجديدة بإذن الله إلا رأسكوا